بداية في كلامنا القصف الفانية. تستحق الفوز لان طبعا برضو هم نازلين بعقلية الفوز. طبعا هم عم بمش حل يعني. فده منطقي جدا. صحيح. اه ضغطوا برضو فكرة ان كيروش كالعادة برضو هو رد الفعل. مش قولك ده غلط وصح اياه مدارس في الاول في الاخر. بس هو بلعب على الصفر صفر من الاول. مفيش يعني خمسة واربعين ديئة كاملة دفاع بحت فعلا فعلا هو بلعب على الصفر صفر. فطبعا. استحواص. اوالي امريكا نازلة نسبة كبيرة جدا. بلين يا كابتان لما شوف الشوت التاني تعرف ان يعني انت ينفع تبقى. تاني كده. اه اه انت ليه بتعمل في نفسك كده شوت الاولات. راجع ده شا. اه. كده كده تدريدو اغلبص عليه سأقول لك عايزة. ايها مشكلة يا كابتان يعني. مع انا احنا كنا سعداء جدا بالشكل الفاني اللي ظهروا بيه في الماتشويلز. اه. بالزبط ولا فعلا فعلا ما كان عندهم هو كمان البحث عن التعادل برضو طريقته. انا بكلمك انا كلنا مصش بمصشه يعني مصش ويلز احنا قلنا هنا ان هو عمل مبارك بير. مصش انجلترا انا ممكن نلتمس بعض العزر اقول مثلا ان هو كان عايز يطلع يعني وفتحت منه. ممكن اقول برضو. لكن النهاردة برضو انت الشوط التاني بيبين لك ان كان ينفع يبقى في حاجة افضل من كده. زائد ان طريق البحث عن التعادل حاج ببصة مثلا اخر تلاتين اربعين دي اياه. فعلا فعلا انا حاسس ان فيه فيه فلس كروي في الملع. يعني انت عندك المستاكين بينقلوا بيروحوا للباك بيرجع تاني لنص الملع. فعلا فعلا مفيش مسلا واحد يروح يشوته بيه. حتى الكروسات ندري جدا مع ان المشاكل اللي هم عملوها لو جالهم فرستين تلاتة في الاخر هم من الكوة العالية مسلا. حتى دي ما حصلتش فتحس ان ماتش لو كان حتى كمل كتير كان صعب ايران تسجل مع ان امريكا استسليمت تماما. هموا وصلوا الفرص وكان ده فيه كرة كانت تبقى ضربة جزاء في ديئة تمانية وتسعين. والحكم بس الفر اكد له ان ما فيهاش حاجة. يعني هي فيها تلامس بس مش زي ما بحكم بيقوله ما يرتقش لل. دربة الجزاء. اه بالزبط. فطبعا هما امريكا تستحق الفوز وان كانت يعني ما عملتش يعني مباريات رائعة يعني. بس النهاردة هي الطرف يعني عمل للحاجة اللي تكسبه يعني. ما عملش مباراة كبيرة. بس. سجل. انا عايزوه وقدر ان هو يطلق بالماتش. بس. زائد كمان يا كابتل خيبك انه ماتش مسلا زي ده اللي هو بيحدد المتآهل. طبيعي ان تبقى الامور فيه متوتر. يعني طبيعي جدا ان تجي في وقت. لازم ماتش زي ده يبقى فيه برضو الماتش مفتوح. وانك حتى كمنتخب او انت. وده اللي حصل في شوت لا هو خلي بالك ايران ما هو بقى انت سبت شوت بحياته. خمسة ربين دي ما انت برضو ده شوت. تقدر قد تتعمل فيه حاجات كتير وتريح نفسك. لكن انت استنيت لغاية ما هو ما سجله. اللي حاكم تقوله فعلا صح انه مفروض ان ماتش النهاردة يعني يبقى مفتوح اكتر من كده. لكن انا بقول لحاك ايه انه مثلا لما امريكا سجلت الخف على على التآهل ممكن تبقى حاجة يعني لا ايرادية. انا ازن ان مش ما كانتش دي البلان بتاعتهم. اللي هو ما يبقى تراجعوا في الاخر وما يدافعوا من تلت الملعب. بالمهاجمين بكل ناس تحت الكرة. مفيش اي شكل للمرتدات حتى. فاظن ان دي حاجة لا ايرادية من انت خلاص يعني واحد سفر وعايزها تخلص بالشكل ده يعني اعتقد ان هي بتبقى انا انتو طبعا انتو قادرة مني. بس انا امضغوط في الاخر فاضل تلت ساعة ربع ساعة وتاخد اللي انت عايزه. ممكن احيانا دي ما بتبقاش مدرب قد ما هي بتبقى الظروف جواه. اللعيبة واللعيبة. كمان هو كمان مدرب امريكا ممكن كن عارف هو وعاوزهم الماتش وده اللي حققه لما جاب الهدف ابتده يحقفز يا فروح. مخصوص وزود مدافع. مخصوص الدفاع اللي تحت الكرة كله. انا شايف ان كل المنتخبات بتعمل كده. يعني حتى لو بتهاجم بشكل مهاجم. لكن ده بقى سيستم موجود. ان لازم تبقى انت موجود في تلت منعبك اخر واحد اللي هو الفرود يعني اللي هو. على الدايرة مسلا. اه. اه. بالكتير. اه.